الاهلي لبس الحتة على الحبل شيك وطلع على المغرب والمغرب كمان بلد شيك بلد حلوة يعني وسافروا على المغرب والاهلي عامل طاقمين في عين الحسود يعني كل الناس بتلبس طاقم واحد الاهلي طاقمين طاقم بدل الزي الرسمي والصور الرسمية بالبدل والطاقم التاني طاقم السبور الجاكت السبور الكحلي الهايكول او السويت شيرت اللي تحت او البلوفر الهايكول ده كحلي غامق والبنطلون البيج والكوتش الابيض شيكا شيكا يعني وطلعوا الحفلة ما دي حفلة مواكس العلم الانديا دي الحفلة انت لبا تيجي تقمدوا على حفلة بتعمل ايه تلبس الحتة الشيك اللي عندك في الدنيب اشيك حاجة وتحط الجل وتضرب البرفين بتاعك تغرق نفسك وتطلع تروح الحفلة عشان الناس تقول ايه ده ايه الوادي الموز ده اه ايه الفريق الموز ده ايه النادي الموز ده اللي هو النادي الاهلي ومشان اللي بقول على فكر او الاهلي يعني شعبيته مشان اللي بتكلم عنها واقول يعني كان محطة انظار الدنيا كلها وهو متجه للمغرب ووصله بالسلامة برقاسة بقى سكابت المحمود الخطيب ده عايز اقولكو في المانيا واحد مشجع لنادي باير ميونيخ بص بقى واحد مشجع والله العظيم لفت نظرنا حاجة هقولها لكو دلوقتي واحد مش نفسا اوعى الاهلي مش عارف لو صاحب هنا من يعني من المنافسين بتاعه الاهلي ولا ايه هورلكو دلوقتي حاجة هتتحكوا عليها نفسا جدا ايه اللي حصل بقى عمل تويتا وعمل منشن كده هتقولي يا جماعة التويتا بتاعت تسيفكم بقى من الماتيريا اللي انتو بتزعوه ده وهتقولي التويتا بتاعت الاخ ده المشجع بتاع بير ميونيخ على تويتر عندنا صورة ليه منشن كده على حساب بتاع بير ميونيخ بص ده الحساب الرسمي بتاع بير ميونيخ الواد نفسا قوي قوي قالك هو ازاي النادي ده النادي ده عنده متابعين وفولوورز اكتر مننا ده الواد اللي بيقول اسم دوني واماك اهو هاو هاو دي هاو مور فولوورز ذان اس ازاي النادي ده عنده متابعين اكتر مننا بتحذره بتا بيكلم المشجعين بتوعه فرد عليه مشجع تاني اسمه جانك اهو بص بقا قالك ايه قالك they are a very big club you can compare them to real to real madrid in Europe قالك ده نادي كبير جدا وتقدر تقرنه كده بنادي ريال مدريد عندنا فأوروبا بص نظرة ده مشجع الماني بيكلم مشجع الماني مشجع الماني من نفسا على النادي الاهلي وانه ازاي الفولوورز بتوها اكتر في السوشيال ميديا اكتر من البرميونخ يا حاجة عجيبة جدا الوقت مستغرب يعني تقولي ريال مدريد اكتر مننا ماشي برشلونة اكتر مننا برضو ماشي لو قلتلي حتى منشستر رونايتد اكتر حبلعها قلتلي ليفربول اكتر اه ماشي لكن الاهلي ايه ده مش يوفينتوس كمان ولا باريس سان جيرمان ولا الناس الاهلي ايه الاهلي ده فالتاني قاله لا لا يا معلم ده الاهلي ده تقدر تقرنه بريال مدريد كده عندنا شفت احنا نظرتنا لريال مدريد عاملة ازاي هناك في افريقيا ده ريال مدريد بتاع عشان كده الفولورز بتاعه بهذا الشكل عشان كده الاهلي هو النادي الموز بتاع الكاس العالم للاندية رايح بشياكة وبشكل كلاسيكي محترم جدا وداخل نزل المغرب على فكرة انتعارفين الطاقم ده كله الحاجات دي بلاش ده دعاية يعني الاهلي مش دفع الجنيه في كل الكلام ده ده الاهلي حتى رعايته في ماتش اوكلاند سيتي اللي هيلعبه ده شركة العرجاني عشرة مليون جنيه اه والله عشرة مليون جنيه مقابل ان يبقى راعي الاهلي في كاس العالم للاندية في التدريبات والماتش بتاع اوكلاند سيتي عشرة مليون جنيه بص مصدر يلا كورا الاهلي يحصد عشرة مليون جنيه من رعاية المونديال الاندية وقابل الزيادة يعني كسب رح يقابل سيارة الامريكية ياخد فلوس زيادة كسب رح يقابل ريال مدريد ياخد فلوس زيادة كسب وصل فينال ينهى رابط على الفلوس اللي هاخدها بلعب ثلاث ورابع ينهى رابط على الفلوس اللي هاخدها من الاتنين من راعي ومن البطولة انت عارف الجايزة الاولى خمسة مليون دولار فالاهلي رايح وهو حاصد كل الايجابيات الممكنة خد بالك يعني وحصل وراح هو ايه اولنا عامل صفقات قوية جدا هنتكلم عنها دلوقتي متصدر الدور المصري وصل فاينال الكاس شاريناير بس جايب صفقات قوية جدا في يناير هو وصل كاس عالم للانديه هيلعب وراح فخفخينة واوكلاند سيتي نفسه اللي هيلعبه بصوا بعمل ايه جايب ست صفقات مدفعين ولعب خط نص مدفعين يعني جايب لسه صفقات زي الاهلي كده كان جايب صفقات هم كمان اوكلاند سيتي جايب صفقات ستة كلهم بلعبوا مدفعين او نص ملعب مدفع عشان عامل حساب مليار في المية للنادي الاهلي